إضافة إلى ذلك أنت عندك اليو آي فارغ صح فتقدر ش تسوي مين ستوري بورد وضيف ماب صح وتقدر تمشيها على الماب تمشي جي بي أس الخاص بك على الماب بدل الكونسول فكل التحتاجة أنه هذه هي الواجهة الرئيسية تحتاج تجيب ماب تسحب إفلات يلا تحركه للأعلى وتجيبه بهذه الصورة خلي نشوفه بالسيف أريا نعم حلو هذا نختاره ونجي ننطي نحدده الأجوانب الأربعة ونقوله أد حلو بعد ذلك ش نحتاج نحتاج هذا الماب نضيفه بالكود صح فلا أغلقه ونراح هذا نحتاج إلى أسستانت بالأسستانت الماب وين الكلاس كلاس منين يبدأ يبدأ مننا صح أعمل لأنتر أجي رايت كليك أوبس 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 سوري 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 رايت كليك سحبه إفلات وسميه بماب تمام وأقوله كونكت حلو طيب إذن الماب أيضا نضافه هنا طبعا نعرف أن هذا يشتكي لأنه يقولك أنه الماب كلاس غير موجود عادي هاي تعودنا عليه نجي هنا فقط هنا نقوله امبورت ماب كت صح صح ولا مصح ماب كت تمام وأيضا أحتاج إلى أنه أقوله فارزة ماب فيو ديليجيت لا تنسى هذا الانترفيس أيضا وماذا أخرى؟ إذا أجينا على الفنكشن الخاصة اللي احنا كتبنا فيها البرنت تذكرون هذا هو الفنكشن نانش نحتاج لاتد يود لونجد يود بتاعة يود كل شي تيود تمام؟ فنقول لها لات ناخد أول أتربيوت من عنده من هذا أقدر أطلع لاتد يود لاتد يود يساوي لنا user location dot altitude هذا la tit وين user location I think coordinate coordinate تمام dot latitude حالو كذلك بالنسبة المن للlongitude ok longitude long تمام هذا ينسمي longitude تمام بهذا الصورة هذا بنسبة للاتدود وبالنسبة لللونجتود ممكن أطلع delta أيضا let let delta and let long delta هذا شو رح يساوي لنا أيضا user location dot أو ليش من user location نقدر نطلع من c location cl location cl location degree degrees لواء 0.05 وين نفس الشيء بالنسبة لللونجتود حالو بعدين نجي نعرف لك let span يساوي لنا mk coordinate span span تمام mk mk coordinate span المنسبة للتدود delta على أساس هذا واللونجتود على أساس هذا تمام and هذا نقطتين أحنا غلطانين هنا لأن هذا النوع حلو يبقى علينا شو نصنع location let location location يساوي cl location coordinate I think cl location coordinate 2d نظيف بها latitude والlongitude هذا وهذا حتى نحدد location ما بعد ذلك الماب dot set region وتنطيل ال region مالت أحنا طبعا ما عرفنا ال region let region يساوي mk coordinate region and center والspam center location والspam span ليش أقول spam span حلو يبقى ال region أخذ هنا وهذا أقول true خلينا نشوف هس يالله يلا يا حبيبي يلا يا حياتي يلا يا user location والله من التعب أقول loser location المفروض أنه يظهر الخريطة والخريطة تتحرك مع user location كل ما ال user يحدث طبعا هذا تغير تغير ها simulator debug تغير من location أنا مختار ل freeway لاحظ تلاحظ الخريطة تتغير لاحظ أكو حركة انتبه على 280 إذا تلاحظ أنه بدأ يتحرك كأنما في شي يتحرك على الماب وهنا في الأسفل يظهر لك التحديث للGPS طبعا كون أنه location تقريبا نفس الشي فلهذا ما يظهر لك أي تغيير بها لكن يعمل لك update والدليل أنه الخريطة تتحرك لاحظ إذا جيت هنا مثلا ناس ستانفورد راحظ بيتحرك لاحظ ناس راح يظهر لك شي فهو يعمل update ليش لأنه يعمل مثل محاكة وكل شوي يعمل update لل location و location بدي تحرك لاحظ لستانفورد بدأ يبتعد تمام فهذا كل مرة راح يعمل update وهذا update راح يمشي على أساس الخريطة وال animated عطينا لترو في يبدي يتغير ويبدي تحرك تذكر 280 كان هنا الآن أصبح في المنتصى في ستانفورد كان هنا الآن بدي يتحرك في عند كثير هذا بايك بايسيكل هاي free free way drive دي سوق في منطقة خارجية تمام فبهذا الحالة نوصل لنهاية الدرس وإن شاء الله نلتق بياكم بالدرس القادم لحنا نقول مع السلامة